هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي وحاولت تشترك في القناة الكبير لأن الملخص سيكون خطير وكامل لو شفت الفيديو الأخير هتدعمنا وتقول أنتوا أساطير ولو مش متابعنا انت أكيد فايتك كتير في المنا بيبدأ بفرقة من الجيش وهما بنقلوا عالم خطير ومع مجموعة من المجرمين التابعين لأخطر إرهابي عندهم واسمه بين وظابط القوات الخاصة خدهم في طيارة واتحرك بيهم بس هم في الجو أحب يستجوبهم علشان يعرف فين القائب بتاعهم اللي اسمه بين وكان بيهددهم أن اللي مش هيتكلم هيترمه من الطيارة ومع كده محدش كان بيتكلم لحد ما في واحد نطق ولفت انتباه الزابط فحاول يستجوبه هو بس اتصدم لأنه اكتشف أن الشخص ده يبقى بين المجرم الخطير اللي هو بيبحث عنه هو مالحقش يفكر لأن بين قاله أنا أصلا كانت خطط النقطة وابود علي وفجأة فيه الطيارة تبع بين ووصلت ورجال تنزلوا منها على طيارة الجيش وبدأوا يقتلوا فيهم من كل اتجاه وكمان بين أم وفك نفسه وكأن الكلبشات دي لعبة وتولى أمر العساكة للبقين وخلص عليهم لوحده والطيارة التبعة للجيش اتدمرت وقبل ما تقع بين ربط نفسه بحبل مع العالم المتخصص في الأسلحة النووية وارب وفي نفس اليوم بالليل في حفلة اتعمرت في أصر بروس وين علشان يودع فيها العميل العارفي وكل أسرياء المدينة كانوا حاضرين الحفلة دي إلا بروس وين اللي إنه المفروض مريض وعلشان كده ألفريد بعت واحدة من الخدم للجناح بتاعه علشان تديره الأكل بتاعه بس الخادمة لما وصلت كانت فضولية زيادة عن اللزوم وقررت تاخد جولة في المكان لحد ما وصلت عند السهم دي ولاقت ساهمتين الضرب في ظهرها فترعبت في البداية بس لما شافت بروس وين لقته واحد عاجز ومش قادر يتحرك إلا بعكاز وبروس وين لقاها حرامية زي الفل ولبس العقد بتاع أمه اللي محطوط في خازنة مخصوص فبص بالخازنة ولقاها فضية فعلها للأسف مش هينفع قسيبك تغديد بس هي مهتمتش بكلامه ووقعته على الأرض وثابته ونطلت من الشبك بكل رشاقة وقتها هنعرف ان دي كات ومن المهم ان بعدما كات ومن هربت بالعقد بروس حس انها مش طبيعية فراح للمخبأ بتاعه علشان يعمل تحليل لبصمتها ويعرف مين دي فعرف حاجات كتير عنها وكلها مش حاجات لطيفة يعني وكمان بيعرف انها سرقت بصماته مع العقد وفي نفس الوقت كات ومن رحت قابلت شخص مجرم في مطعم علشان تبيع له البصمات بتاع بروس وين بس الشخص ده شكله كده طمع شوية ووقع مع الشخص الغلط لانه حصل بينه وبين كات ومن خلاف على السعر هو مش عالسعر قوي هو شافها بنت كيوت كده وسهل يضحك عليها وممكن ما يدعاش فلوس قوي خوافها بسلاح وخلاص بس كات ومن قالت له اصبر بس انتها لسه محتاج بصمة الابهام وهتلاقيها مع صاحبتي برك وطلعت التليفون وورنت عليها وفعلا صاحبتها دخلت قدت لهم البصمة الاخيرة وخرجت والشخص اللي خد البصمة كان هيقتلها فقالت له التليفون اللي كلمت صاحبتي منه الشرطة كانت بتتعقبه من زمان لانه التليفون عضو في الكونجرس ومفقود ودلوقتي هتلاقيهم دخلين علينا وفعلا ما خدوش وقت لان الشخص صاحب التليفون شخصية مهمة جدا وكان وصلوا في اسرع وقت بس على ما هم وصلوا كات ومن كانت طحنت العصابة وجابت اجالهم وما ثبتش فيهم حد سليم لا وكمان لما الشرطة وصلت فضلت تصرخ وعملت نفسها بريئة او مش قادرة تشوف ناس بتموت او تشوف ضرب نار والشرطة صدقتها طبعا يعني والمفاتش جوردين وصل لمكان الحدثة وشاف اللي اتبقوا من العصابة هم بيهربوا عن طريق المجاري فقرر ان انزل براهم علشان يطاردهم ويقبض عليهم بس للأسف المجرمين هم اللي غفلوه وقبضوا عليه وخدوا معهم للقائد بتاعهم اللي هو المجرم الدولي بين وكان عايش تحت الارض او في المجاري تحت مدينة جوثم وده علشان ما حدش يحس بوجوده اللي حد ما ينفذ مخططه بالكامل وكمان ما عاجش كامل من المجرمين اللي مستعدين يموتوا وهم بيننفذوا اوامره المهم ان بين بيتعصب على رجالته علشان جابن له محاقق في مكانهم ولانه متعصب قتل واحد وقال للتاني يفتش للمحاقق ده وبعد كده هقتلك هو فعلا فتشه ولقى معه ورقة مكتوب فيها خطاب ووقت ما بين كم مشغول مع الورقة دي المحاقق بجوردان فاق وشافهم فنزل بسرعة على مالة الصرف قبل ما بين يقتله لكن للأسف ضربوا عليه نار واتصب في صدره وطبعا بين من عصبيته قتل المجرم اللي جاب له جوردين وبالصدفة زابد جون وصل عند المسرف وشاف المفاتي جوردين مصاب ووقع في الارض فخده بسرعة علشان يتعالج وبعد كده سابه وراح لبروس وقال له ان المفاتيش جوردين اتضرب علي نار ودلوقتي بين الحياوي الموت في المستشفى وقال له انه شاف جيش كامل مسلح تحت الارض وفي واحد اسمه بين بيقودهم ومحتاجك ترجع لباتمان تاني وبروس حاول يعمل نفسه مش باتمان لكن الزابد جون قال له وما تحاولش تخفي الامر الى انه عارف ان انت باتمان وشفتك من وانا طف ودلوقتي المدينة كلها محتاجة باتمان وسابه ومشي وبروس وين اللبس قناعه وراح للمحقق جوردين في المتشفى اللي هو فيها علشان يزوره وجوردين قال له لو باتمان مرجعش تاني المدينة هتنهاره على ايد بين وبروس سابه وتعقب العقد بتاعه اللي مع كات ومن لحد ما لقاها في حفلة خيرية اللي جمعت تبرعات فرح لها وراقص معها وقلقها ايب بالعقد يا بيت هو بصراحة شكله حلو عليك يعني اكتر من وجوده في الخزنة بس للاسف مضطر اخده وخده منها وماشي لكن لما خرج من الحفلة ندي منه خد منها العقد لانه اكتشف انها سرقت عربته الفاخرة فاضطر يطلب الفرد علشان يرجعه لأسره وتاني يمرح قابل فوكس مدير اعماله وفوكس اول ما شافه قال له انا اعمل لك مفاجأة وكانت عبرها عن مكان سري اماليان اسلحة جيش متطورة وكلها على طراز باتمان وبروس وين اتبسط من المكان لانه كان اعتقد ان المكان ده تقفل علشان يخليه يقدر يتحرك عادي كأنه مش مصاب وقابل ما يلبس بدلة باتمان تاني الفرد قال له احب اعرفك شوية معلومات عن بين زي انه اتدرب في اكتر مكان مظلم في التاريخ وكمان اتدرب على ايد راس الغول المدرب بتاعك بس راس الغول حس انه خطر فقرر يطرده ويبقى في تدريبه وده معناه ان بين خطر جدا والتعامل معاه شيء مش لطيف واتمنى تبعد عنه وما تتوردش معاه وفي نفس الوقت بين اتدخل بعصابته لمبنى البورصة واقطع حموب كل بساطة وسيطروا عليه سيطرة كاملة وكمان قدروا انهم يختركوا كل الاجهزة ويعدلوا نظام البورصة بكيفهم ويلعبوا في اسهم وفلوس الشركات وطبعا الشرطة وصلت للمكان وحصلته من كل اتياه بس اكيد يعني واحد زي بين انه شيء يبقى هابع علشان يطبض عليه وخطة هروبه كانت ابرى عن ان مجموعة من رجالته اتخذ رهاين على متسيكلات ويهربوا بهم قدام عين الشرطة وطبعا الشرطة ما يقدرتش تضرب عليهم نار علشان الرهاين بس اللي بين ما كانش عامل حسابه انه ظهر له عدو جديد على الساحة والعدو ده كان باتمان اللي طفق انوار المدينة بالكامل وبدأ يهاجم في عصابة بين في كل اتجاه وخلص عليهم كلهم وقدر يحرر كل الرهاين بس للأسف بقى ان الشرطة حصرت باتمان من كل اتجاه وسبوا المجرمين يهربوا عادي وده لانهم عاودين يقبضوا على باتمان اكتر من انهم يقبضوا على اي مجرم عادي وده طبعا لان باتمان في نظرهم مجرم بس كالعادة الشرطة دي ما بتقدرش تقبض على اي حد وباتمان استدعى طيارته الخاصة واخدها وخالع للمغبأ بتاعه وتاني يوم الفرد قال لبروس انه لازم يبعد عن طريق بين لانه مجرم خطير جدا وكمان صعب التعاون معاه بس بروس رفض او قرر انه لازم ينقذ المدينة ووقتها الفرد قاله لو استمرت في محاربة بين هتطر امشي وقسيبك لانه مش هقدر اشوفك وانت بتدمر نفسك وطبعا بروس مغيرش رأيه وقال فرد اضطر يسيبه ويمشي وفوكسي راح لبروس وقال له ان الشركة خسرت وقربت انها تعلن افلاسها بسبب اللعب اللي بين اللعبه في البورصة والحل الوحيد علشان ينقذ الشركة هو ان بروس يبيع المفاعل بتاعه اللي ميريندا تيك لانهم هيحتاجوا الفلوس ووقتها بروس بيتطر يوافق وتاني يوم ميريندا بيتقابل بروس في مقهر شركته وبيبيع لها المفاعل زي ما كانت عاوزة المهم انه ملحقش يفرح بالقرشين اللي خدهم منها لانه لما وصل لشركته اللي هم عاملين اجتماع وعرف منه ان نصيبه اتباع المستثمرين وهو دلوقتي ما بقاش يملك اي حاجة في الشركة اللي هي اصلا بتاعته هو بتاعت ابو من قبله وهو خد الصدمة ومشي لانه مفيش في يده اي حاجة يعملها ونزل عادي خلص علشان يركب عربيته ويمشي بس لقى المرور خد عربيته لانه ركن غلط فكرر انه يبقى هادي الهادي وبدعه لشان ما يطقش يموت وبالليل راح لكات ومن في بيتها وقال لها ان باتمان ساحبه وطالب منها انها توصله لبين فوافقت تعمل كده وفعلا خدته لمقر بين وبدأوا يقتله في رجالته واحد ورا التاني بكل خفة وسرعة وما بيعملوش وراهم صوت لحد ما خلصوا على كل اللي قابلوهم وفي الاخر كات ومن طلعت نصابه وسلمت باتمان لبين مقابل ان بين ما يخلصش عليها ووقفت تشوف اللي هيحصل بس اتصدمت لما سمعت بين بينادي على باتمان ببروسوين وباتمان حاول يهاجم بين لكن من الواضح كده ان بين قطع منه بمراحل وكان بيلعب بي كأنه لعبة قدام كات ومن اللي باتمان صعب عليها بس ما قدرتش تعمل حاجة غل انها تتفرج عليه وبيكل علقة ما كانش يتخيلها ولا حد كمان كان يتخيلها وباتمان لما لقى نفسه بيخسر قطع الكهرباء اللي في المكان بس بين قاله انت مفكر ان الظلام حليفك انت عشت فيه حديثا انما انا بقى اتولدت فيه وما شفتش النور إلا لما بقيت راشد وبرضه ميسج باتمان وفضل يضرب فيه لحد ما اتطبق القناع بتاعه في وشه وهم الاتنين بقوا واحد وبعد كده ميسج جاهز تفجير عن بعد وفجر شوية قنابل الناس دول السقف اللي فوقهم وطلع ان ده سقف ترسانة الأسلحة بتاعت باتمان ودي كانت آخر حاجة بقياله وقال له ومش عارف اشكرك ازاي على الهدية دي الا انه نوي ياخد الأسلحة دي ورجع تاني يضرب فيه وكمان اعطام له ظهره واسابه متكزح وقال رجالته ايشلوه وكات ومن كانت بتعيط عليه بس مشت هي كمان وحاولت تسافر لكن الشرطة وقفتها في المطار لانها مجرمة قديمة برضو ولما شون حاب يحقق معها قالت له انها بتهرب من بين لانها خايفة منه والمفروض انتو كمان تخافوا منه فقالها تعرفي فين بروس وين ووقتها شف عينها الصدمة فسألها لو قتلوه بس هي قالت له مش متأكدة من كده ورجال تبين خاده بروس للبير اللي بنت ولد فيه وهو ده بقى اللي يعتبر الظلام الحقيقي وبين حبثه هناك وقال له هنا هتتدمر نفسيا لان هيبقى عندك امل تخرج لان الموضوع شكله ساح بس مش هتقدر لانه مستحيل وكمان وانت محبوس هنا انا هبدو ادمر في مدينتك اللي كنت بتدافع عنها طول عمرك لحد ما تتحول لرماد واساب له شاشة علشان يشوف كل الحاجة اللي بتحصل دي بعينه واسابه ومشي ومن انده راحت تحضر اجتماع في شركة وين عادي بس لقيت ان بين مسيطر على الاجتماع وخطف كل الاعضاء علشان يشوفوا التطور اللي هو ضافه لأسلحة باتمان وكمان اكبر العالم اللي هو خطفه في اول الفيلم انه يحول المفاعل اللي كنبيلة نووية وفي نفس الوقت بتوصل شرطة المدينة بيل كامل لمقر بين تحت الارض بس بين كان عارف انهم هيعملوا كده وكان مستنيهم اصلا لانه عملوهم فخ واول ما دخلوا المقر افجروا فقراصهم وبكده قفلوهم كل المخارج وحبث شرطة المدينة بيل كامل تحت الارض والمدينة فضيطل وكمان فجر ملعب كورة قدم ووقف وسط الملعب وميزك الموكروفون وبكل بجاحة اهل الناس ان في خلال ايام بسيطة المدينة بيل كامل هتنفجر وبعد ما خلص كلامه اتل العالم اللي حولوا المفاعل اللي كنبيلة قدام عين اهل المدينة بالكامل وبكده مش هيبقى فيه اي طريقة لوقف القنبيلة وعلشان يفرد سيطرته اكتر على المدينة راح لكل السجون وحرر كل اللي فيها وكمان وزع عليهم اسلحة وبكده المجرمين انتشروا والفوضى بقت في كل مكان والامن اختفى من المدينة وبالنسبة لبين نشر كل المدرعات بتاعته اللي خدهم من بروس في المدينة وبكده بقى هو الحاكم الفعلي للمدينة والدولة لما عرفت كل اللي بيحصل ده جهازت الجيش وبعتته لاناق بس قبل ما يدخلوا المدينة في واحد من رجال تبين قبل القائد المسؤول عن الجيش وقالوا ان لو الجيش اتدخل في المدينة في وقتها المدينة بالكامل هتمفجر وكل اللي فيها هيموت وفعلا الجيش اضطر انه يتراجع ووقف يتفرج من بعيد وكمان الرئيس الامريكي طلع في الاخبار وقال لأهل مدينة جوثم انتوا لازم تتعاملوا مع الوضع الحالي بنفسك لان انا مش هنقدر ندخل وبالنسبة لبروس بقى شايف كل اللي بيحصل ده من تلفزيون بين اللي حطته له علشان يخليه حس باليأس والهزيمة بكل الاشكال فقرر انه يتعالج بأي طريقة وفي واحد معاه في السجنة بدأ يساعده في كده وحاول يعالج له فقرات ظهره اللي متضمره كليا وبسبب عزيمة بروس قدر انه يستجيب له الهلاج بشكل اسرع شوية لكن لسه هيتعلم الماشي من الاول وفي المدينة بقى كان لسه في مجموعة زباط ماتحبسوش ولسه بيحاولوا يقومه وجون و جوردون جمعوا الزباط دول وعملوهم فرق صغيرة علشان ينفزوا عمليات ضد بينه بس جوردون مرحقش يامل حاجة لان في عمليته الاولى بيتقبض عليه هو واللي معاه من الزباط والغريب هنا بقى انهم بيتعرضوا للمحاكمة والاغرب اكتر ان المحاكمة دي على ايد مجموعة من المجرمين والقاضي المجرم حكم على جوردون واللي معاه بالاعدام وفي نفس الوقت بروس بيسترد قوته وبقى بيعمل تمارين علشان يرجع لكامل لقته وبعد فترة من التمارين قرر انه يجرب يتسلق البير علشان يطلع منه وينقذ مدينته وفعلا بدأ يتسلق في البير وكل المساجين اللي معاه فضله يشجعوه والموضوع كان صعب لانه بيتسلق بدون حبل للامان بس معاكده نجح فيه انه يطلع من السجن وكمان قرر انه هرب كل المساجين كلهم ورمالهم حبل علشان يتسلقوا عليه ويخرجوا ورجع تاني بسرعة المدينة جوثعم وقابل كات ومن وقال لها انه مسامحها على كل اللي عملته فيه وطلب منها انها تساعدوا علشان يدفعوا عن المدينة مع بعض ويحموها من الإرهاب فوافقت على كده وبقوا فريق مع بعض وكمان رحوا للمكان اللي فوكس محتجز فيه وأنقذوه وفوكس بسرعة بياخد بروس للبس ومعدات باتمان وكل المعدات والأسلحة اللي ممكن بروس يحتاجها لحربه وباتمان جخز نفسه ورح بسرعة جوردن وحررهم وده طبعا قبل ما يتعدموا وكمان ساعدهم في انهم يحرروا بقى الزباط المحتجزين تحت المدينة وتاني يوم الزباط كلهم اجتمعوا في شكل جيش علشان يوقفوا ضد عصابة بين والمساجين اللي بقوا تحت امرته ومعهم كل الأسلحة والمعدات بتاعت باتمان اللي خلتهم متفوقين على الزباط اللي لما حاسوا انهم هيخسروا بقوا خايفين ونفسهم ينسحبوا بس باتمان بيوصل وبيشجعهم وفعلا بتبدأ معركة قوية بينهم وبين عصابة بين وفي نفس الوقت جون جمع سكان المدينة كلهم علشان يخرجهم منها بس ما عرفوش يخرجوا لان الجيش مناعهم وده لان بين كان محذرهم وقالوهم ان لو اي حد دخل او خرج هيفجر المدينة فوقتها والمعركة لسه شغلها بين الزباط وعصابة بين وشكلها معركة صعبة جدا على الطرفين وتحسوها حرب فعلا وفي نفس الوقت باتمان وصل لبين ودخل معاه في معركة تانية علشان يسترد الجزء من شرفه اللي خسره في المعركة الاولى وفعلا كان داخل عاوز ينتقم ومش نوع على زوره وقدر انه يتغلب على بين ويسيطر عليه كل بساطة وسأله عن زر تفاعله لكن حصل مفاجأة وهي ان ميراندا حبيب بروس وين ظهرت من ظهر باتمان وطعنته في جنبه وهنا بنكتشف انها مش شريفة زي ما كان بروس مقتنع وده لانها بانتراس الغول اللي مدرب باتمان زمان وانها موجودة في المدينة دي علشان تنتقم لابوها ومتفق مع بين على كل حاجة وكمان زرار التفاعل بتاع الكمبيلة كان معاها ودست عليها علشان تمحي المدينة في لحظة بس اتفاجأت ان ما حصلش اي حاجة ولسه كل حاجة سليمة وده لان جوردين قدر انه يشوش على اشارة الكمبيلة وده منعها من الانفجار وميريندا سابت باتمان مع بين علشان يخلص عليه وهي راحت لجوردين علشان تعلمه الادب بس قبل ما بين يخلص على باتمان كانت كات ومن وصلت ولحقته وباتمان اتحرك بسرعة وركب الطائرة بتاعته وبدأ يطارد ميريندا علشان يوقفها قبل ما اتضمر الكمبيلة والمطاردة بينهم كانت قوية جدا وصعبة بس انتهت بان الشاحنة اللي هي فيها الكمبيلة وميريندا ويعت من مكان عالي وده تسبب في اصابة ميريندا وقبل ما تموت قالت لجوردين انها فعلت الكمبيلة خلاص وان كلها مسألة وقتها علشان تنفجر ومحدش هيقدر يوقفها وباتمان لما ملاقش اي طريقة يوقف الكمبيلة بيها قرر انه يضحب نفسه وقبل ما يعمل كده وادع كات ومن وجوردين ورح ركب طيارته وربط الكمبيلة فيها واخدها وطار بها عند البحر بعيد عن المدينة واي مكان يبقى فيه بشر علشان محدش يتأذي وفعلا الكمبيلة بتنفجر والمفروض ان باتمان كده خلاص مات والكل حاس بالحزن عليه وجون رمى شارط الشرطة بتاعته وقرر انه هيقدم استقالته وبالنسبة للزباط اللي في المدينة قدروا انهم يتغلبوا على الاصابة وبقوا اسرى معهم والمدينة رجعت تاني تحت سيطرتهم وكمان جوردين قال للكل ان بروس وين مات وهو في شخصية باتمان وعملوا جنازة لئبي وكل حضرها علشان يودعوه وكمان عملوا له تمثال بشكل باتمان علشان يكرموه على انقضوا للمدينة وبيت بروس وين بقدر للايتام واي فلوس اتبقت من عائلة وين بقت ملك الالفريد خادم العائلة من اول ما سمعت عنها وجوردين بعد فترة طويلة من الوقت استغرب لانه لقى الشارة بتاعت باتمان اتصلحت وكمان بتجي رسالة لجون انه روح لكافة باتمان علشان يكمل مسيرة بروس وين وفي نفس الوقت الالفريد بيروح يتغدى في مطعم وبالصدفة بيشوف بروس وين قاعد هناك مع كات ومن ومستمتع بوقته وبصراحة عنده حق القطة تبسط برضو المهم اننا كده هنعرف ان بروس وين عايش ولسه همتش واتمنى تكون المشاهدة عجبت حضرتكم واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة واللاقي الجميل واتفعها له زر الجرس وشكرا على وقتكم اشتركوا في القناة